بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً لوظيفة التخطيط سنبدأ الآن بتناول أهداف التخطيط والعوامل المؤسرة عليه سنبدأ أولاً بأهداف التخطيط ويمكن إجمالاً أن نحدد أهداف التخطيط فيما يلي 1. التخطيط من أجل الاستمرارية 2. التخطيط من أجل النمو 3. يهدف التخطيط إلى السيطرة على العمل والمشكلات الطريقة مما يحافظ على المظهر القيادية لمنظمات 4. تحديد معيير للأداء ويتم بموجبها الرقابة على أعمال الآخرين وإضاح مدى التزامهم بهذه المعيير 5. استغلال الطاقات والموارد المتاحة أو التي يمكن توفيرها أي وضع الموارد المناسبة في الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب وبالتكلفة والعائد المناسبين سنأتي بعد ذلك إلى تناول العوامل المؤسرة في عملية التخطيط إن أحد أهم الأسباب الدعية للتخطيط هو التقليل من المخاطر وحالة عدم التأكد التي تواجه إدارة المنظمات في المستقبل سواء كانت نابعة من البيئة الداخلية أو الخارجية إلا أن المنظمة تستطيع التحكم نوعا ما في بيئتها الداخلية ولكن طبق البيئة الخارجية وما بها من عوامل مختلفة هي أهم ما يؤثر على التخطيط وأهم تلك العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية هي السياسات الحكومية وما بها من سياسات مالية وسياسات نقدية وسياسات ضريبية 2- الظروف الاقتصادية العامة 3- سلوك المستهلكين 4- التوقعات التكنولوجية 5- الظروف الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى العوامل السابقة فإن هناك عوامل أخرى قد يختلف تأثيرها على التخطيط حسب حجم المنظمة وطبيعة العمل الذي تمارسه والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه المنظمة وأهم تلك العوامل تتمثل فيه 1- التشريعات والقوانين الحكومية 2- اتجاهات الرأي العام 3- مدى توفر الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال بالمنظمة 4- رد فعل المنافسين 5- توقعات الاحتياجات من القوى البشرية 5- وقدرة سوق العمل على توفير الموارد البشرية المختلفة 5- مدى توفر المرافق العامة من الطرق والمواصلات ووسائل الاتصالات وغيرها 6- وأخيرا درجة التنصيق والتعاون بين منظمات الأعمال بعضها البعض وبينها وبين الأجهزة الحكومية من جانب آخر إلى هذا الحد تنتهي محاضرتنا وسنستكمل المحاضرة القادمة فعالية التخطيط